أما في روسيا أعلنت وزارة الدفاع وصول طائرة عسكرية روسية ثانية تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا إلى إيطاليا وقالت الوزارة إن الطائرة وصلت مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير إلى قاعدة براتيكا ديماري الجوية في إيطاليا كانت أول طائرة شحن عسكرية روسية قد أقلعت من موسكو أمس محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ألزم عمدة موسكو سكان العاصمة الروسية والذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة ألزمهم بالحجر المنزلي اعتبارا من الـ 26 من مارس الجاري وحتى الـ 14 من إبريل المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وفي سياق المتصل كشف رئيس الحكومة الروسية عن مجموعة من إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الروسي حيث أعلن عن تخصيص حوالي 300 مليون دولار لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد كما كلفت دوائر الحكومية المعنية بعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني